رحب حضراتكم مرة تانية في صباح الخيرية مصر في الهياة مبارحة كان الأستاذ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي كان بيترقص الجلسة العامة لمجلس أو للاجتماع الخاص بمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقط الدولي وقال إن العالم بيمر بتحديات اقتصادية كبيرة التحديات الاقتصادية الكبيرة دي بتتطلب سياسات لدفع النمو وكانت دي كلمته يمكن خلال الجلسة العامة اللي بيترقصها لمجلس محافظي صندوق النقض الدولي ومجموعة البنك الدولي في أول نعقاد لها من ثلاث سنوات والنعقاد ده بسبب تدعيات فيروس كورونا تأخر بسبب هذه التدعيات خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال ضفنا الدكتور ماجد عبدالعظيم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم صباح الخير يا دكتور ماجد صباح الخير يا سيدنا أحمد صباح الخير على حيكو السادة مشاهدي صباح الخير يا مصر الكرأة صباح الخير على حضرتك يعني قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الانعقاد اللي يمكن هو الأول من نوع وبعد تأخر استمرر ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا عاوزين نعرف ونبسط للناس إيه هو الفرق ما بين صندوق النقض الدولي والبنك الدولي بسم الله الرحمن الرحيم أولا الصندوق النقض الدولي والبنك الدولي هي مؤسسات تمويل دولية بيكون لها دور في مساعدة الدول اللي محتاجة إلى قروض أو محتاجة إلى إعادة وضع سياسات أو تعديل في السياسات القائمة بما يتماشى مع قدرة الدولة على سداد القرض زائد فوائده طبعا البنك الدولي مؤسسة مالية كبرى بتدعم الدول سواء كانت دول نامية أو حتى دول متقدمة بتحتاج إلى اقتراض صندوق النقض الدولي أيضا من الجهات المالية المنحة للقروض ولكن بيتم وضع سياسات أو اشتراطات بمعنى بتمنح الدول القرض ولكن بتحط لها رشدة رشدة للإصلاح الاقتصادي رشدة مثلا لتخفيض الدعم رشدة لإصلاحات هيكلية اقتصادية علشان تضمن سداد هذه الدول لالتزامتها اللي خدتها من هذه الجهات طيب إحنا برح كنا أمام اجتماع يعني قلنا منعقد منذ توقف أو منذ عدم انعقاد له بهذا الشكل لثلاث سنوات وكان فيه كلمة لأستاذ حسن عبدالله محافظة البنك المركزي اللي ترقص الجلسة العامة وقال إن العالم بيمر بتحديات كبيرة اقتصادية إيه هي أبرز هذه التحديات من وجهة نظر حضرتك الاقتصاد لا شك إن العالم أجمع بيمر بتحديات كبيرة جدا بدأت بجائحة فيروس كورونا كوفيد ناينتين ثم لم يتعافى العالم منها بشكل كبير أو بشكل نهائي ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا ما يتعلق بالتغيرات المناخية وحرائق وفيضانات وسيول في أماكن كثيرة وبالتالي الثلاث عناصر دول أو رؤوس المثلت بيؤدوا إلى أزمات اقتصادية كبيرة جدا بيعاني منها العالم الآن لا شك إن حصل ارتفاع في أسعار الطاقة أسعار السلع والمواد الغدائية تعثر وأزمات في سلاسل الإمداد والتوريد توقف عجلة الإنتاج لفترة أثناء تأجج جائحة كورونا وشدة هذه الجائحة توقفت بعض المصانع في دول وتوقفت عجلة الإنتاج لفترة ما وبالتالي حصل تأخر في العرض بمعنى أن الطلب موجود ومتزايد وبالتالي المعروض أقل من المطلوب وهناك قاعدة اقتصادية ما بين الكمية المعروضة من سلعة والكمية المطلوبة منها وسعر هذه السلعة فكلما انخفضت الكمية المطلوبة المعروضة كلما ارتفع السعر مع ثبات باقي العوامل على حالها ولكن الأزمات اللي بيمر بها العالم دلوقتي فيه مشكلة مثلا على سبيل المثال الحرب الدائرة ما بين روسيا وأوكرانيا لا يعلم مدها إلا الله سبحانه وتعالى يعني محدش يعرف إمتى الحرب دي هتنتهي وأيضا أبعدها إيه هتكبر هتبقى حرب عالمية تلتة المسألة هتبقى أقل أكثر وبالتالي هناك رؤية ضبابية بمعنى عدم وضوح للرؤية وبالتالي دي بتؤدي إلى قلق من الدول وقلق من واضع السياسة ولذلك في اجتماع اللي حضرتك أشارت إليه النقاط الأساسية أو المحاور الأساسية كانت عن أثار سلبية لهذه الأزمات اللي بيمر بها العالم بتزامن يعني حضرتك حتى جائحة كورونا لم تنتهي إلى الآن في تحورات للفيروس ولسه كان فيه نشرة الأخبار أو الموجز إن فيه أعداد ظهرت وما إلى ذلك وبالتالي الأحداث التي يمر بها العالم حتى لو كانت هذه الأحداث حرب بين روسيا وأوكرانيا فما يحدث في أقصى الشمال يؤثر في أقصى الجنوب لي لأن العالم أصبح كقرية واحدة وبالتالي هناك روابط اقتصادية وسياسية تؤثر بشكل كبير جدا طبعا والمشكلة إن تحوط الدول بشكل كبير جدا في هذه الفترة لتخوف من أثار سلبية أكثر قد تعود على الاقتصاد العالمي من تباطؤ معدلات النمو من زيادة معدلات البطالة من زيادة معدلات التضخم لذلك نرى أن البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية على مستوى دول كثيرة في العالم رفعت أسعار الفائدة للحد من الآثار السلبية للتضخم الحادث على مستوى العالم وفي الحقيقة لو تحدثنا عن مصر وجدنا أن مصر التضخم الحادث جزء أكبر منه مستورد لأننا نعتمد على الاستيراد في كثير من السلع والخدمات وبالتالي يقدم أو يأتي إلينا التضخم حاملا معه الأثار السلبية من تآكل دخول الأفراد أو انخفاض دخول الأفراد لأن التضخم بمفهوم البسيط تعريفه هو الاتفاع المستمر والمتزايد لمتوسط أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة وبالتالي التضخم يؤدي إلى انخفاض القوى الشرائية للنقود ما كنا نشتريه مثلا بدولار أصبحنا نشتريه باثنين دولار أو ثلاثة دولار وبالتالي تنخفض القوى الشرائية لقيمة النقود بارتفاع الأسعار وما نشهده الآن من ارتفاع الأسعار سواء كما ذكرت الطاقة أو الغذاء أو حتى تكاليف الشحن والنقل والنولون البحري وأسعار تذاكر السفر وما إلى ذلك هو نتيجة ما يحدث الآن من حرب بالإضافة إلى الأحداث الأخرى يمكن بعض البنوك المركزية زي ما نكلم على الفيدرالي الأمريكي زي ما حاجة ذكرت في اجتماعات مستمرة لإما رفع سعر الفائدة أو تثبيت سعر الفائدة وإن كنا في كل اجتماع نرى ارتفاع لسعر الفائدة وهذه قرارات منفردة لكن بالأمس كان فيه اجتماع هذا الاجتماع كان لمحافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إيه أهمية هذا القرار وما قد يتمخض منه من قرارات قد تساعد على التصدي لهذه الأزمة الاقتصادية حينما تحدث أحداث تؤثر في العالم بشكل كبير ويكون هناك عدم تأكد من الأبعاد السلبية أو الآثار السلبية لهذه الأحداث يحدث كما يسمى اجتماع قمة طارئ وبالتالي هذا الاجتماع في هذه المرحلة الحرجة والحساسة التي يمر بها العالم الهدف منه هو وضع سياسات تؤدي إلى التخفيض من حدة هذه الأثر بمعنى منقشة ما يمكن أن يحدث السيناريوهات المحتملة سواء في حرب روسيا وأوكرانيا أو جائحة كورونا أو التغيرات المناخية وبالتالي وضع سياسات استباقية لمعالجة الأثار السلبية الكبيرة التي قد تنجم عن إما تطور هذه الحرب وإما ما يحدث في العالم من جائحة كورونا وما إلى ذلك وبالتالي التوقيت مهم جدا ولذلك حرص كل الدول المشاركة على أن تدلي بدلوها أو بأرائها ومقترحاتها للخروج بأجندة أو بتوصيات أو اقتراحات للعمل بها في غاية الأهمية طيب عاوزين نتكلم على سياسة دفع النمو ونعرف إزاي ممكن تتم هذه السياسة بشكل سريع للتخفيف من هذه الحدة كل دولة عليها أن تتبنى سياسات تتناسب مع اقتصاد هذه الدولة لو تحدثنا عن مصر مصر غنية بثروتها وبالتالي توجه الدولة الآن في ظل توجيهات القيادة السياسية إلى التصنيع والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في غاية الأهمية لأن الصناعة تعتبر هي القاطرة الحقيقية للتنمية الآن هذا اليوم لدينا مصنع يعمل به مئة عامل غدا مئتين غدا مصنعين بعد غد ثلاثة مصانع وبالتالي تخلق فرص عمل تحسن من مستوى معيشة العاملين وأسرهم من يعولهم وأيضا تؤدي إلى القضاء على مشكلة البطالة تؤدي إلى إما الإحلال محل الواردات إذا كانت هناك صناعة مصرية بجودة جيدة أو جودة عالية وسعر تنفسي فيمكن أن نستعيد عنها بما يتم استيراده من الخارج وبالتالي توفير فاتورة العملة الصعبة التي تدفع مقابل الاستيراد والاستعادة بها عن المنتج المحلي أو المنتج المصري بشرط أن يكون بجودة وسعر جيد أيضا ليس فقط الاستعادة أو سياسة الإحلال محل الواردات وإنما أيضا تشجيع الصدرات فإذا وصل المنتج المصري إلى جودة وسعر تنفسي يمكن أن يصدر هذا المنتج وبالتالي تؤدي إلى تحقيق عوائد من العملة الصعبة وبالتالي الخروج من دائرة الاستيراد الكبير لكل السلع والمستلزمات التي نحتاجها وفقط نكتفي بما لا يمكن أن يتم إنتاجه محليا بالإضافة إلى أن التصنيع يؤدي إلى نقل التكنولوجيا بمعنى النهاء لأن التصنيع يؤدي إلى شركات استثمارات أجنبية تأتي بالنهاء أو التكنولوجيا المتقدمة وبالتالي يتم نقل هذه التكنولوجيا إلى العمالة الفنية المصرية وكذلك اهتمام الدولة بالتدريب الفني والمهني يؤدي إلى نجاح الصناعة بالإضافة إلى الزراعة فمن لا يملك قوته لا يملك قراره وبالتالي الزراعة تعتبر أحد الأنشطة الاقتصادية الهامة جداً للاكتفاء الذاتي وأيضاً لوجود مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجي اهتمام الدولة في الفترات السابقة والفترة الحالية بما تعلق بالبنية التحتية أو ما يسمى بالإنفرستركشر يؤدي إلى خلق مزيد من فرص الاستثمار لماذا ذكرت هذه النقطة؟ لأن هذه النقطة في غاية الأهمية بالنسبة لي نحن نتحدة أعزون نتحدة باستفادة دكتور فكرة البنية التحتية لأن ربما تعالت الأصوات في هذا الوقت تحديداً نحن في أزمة اقتصادية طاحنة وهذه الأزمة هي أزمة عالمية فما أهمية الاستمرار في الطرق والكبار والبنية التحتية في ظل هذه الأزمة لابد أن يتوقف ذلك ونلتفت إلى الغزاء شايف ردك على من ينادون بمثل هذه الأقوال؟ أولاً بدءاً دي بدءاً وبدون مجاملات الحقائق تقول أننا كلنا نلمس ما تم إنجازه من طرق وأنفاق وكباري وكيف تم اختصار الوقت وتوسعة الطرق وبالتالي تخفيف معاناة المواطن في التنقل ما بين المدن والمحافظات المختلفة وبالتالي هذه نقطة أساسية أما من جهة البنية التحتية بشكل عام من طرق وأنفاق وكباري ومرافق ومياه وكهرباء وصرف صحي وتوصيل هذه الخدمات إلى مناطق كثيرة كانت تفتقد إليها أو مناطق جديدة فهذا في غاية الأهمية بالنسبة لي أي مستثمر سواء كان المستثمر المحلي أو المستثمر العربي أو المستثمر الأجنبي لأن المستثمر حتى المحلي لو لم يجد البنية التحتية المناسبة لإقامة استثماراته ومشروعاته والبيئة التشريعية والتشجيعية للمستثمرين لن يستثمر حتى في بلده بل سيدهب باستثماراته إلى خارج بلده لأن رأس المال يبحث عن الأرباح ويبحث عن الأمن والأمان من فضل الله سبحانه وتعالى أن مصر تنعم بالأمن والأمان ويلمس هذا ليس فقط المصريين وإنما يلمسه العالم أجمع يتبقى قضية البنية التحتية والتشريعات والقوانين وهذا ما بدلت فيه الدولة جهدا كبيرا أيضا المرافق والبنية التحتية مهمة جدا ليس فقط الاستثمارات وإنما ليه التوسع الأفقي صحيح فلفترات وأعوام طويلة نتوسع رأسيا تكد السكان في منطقة سكنية صغيرة نسبة ضئيلة جدا مأهولة من مساحة جمهورية مصر العربية وبالتالي التوسع الأفقي يؤدي إلى مزيد من تخفيف الكثافة السكانية وبالتالي أيضا مزيد من تحسين مستوى معيشة الفرد أيضا ما يسمى بإنشاء المدن الصنعية الجديدة والمشروعات القومية العملاقة وأيضا تجديد الموانئ وإنشاء موانئ جديدة كلها تخضع تحت ما يسمى بعنوان البنية التحتية صحيح يمكن منذ أيام خرجت علينا مؤسسة حياة كريمة يعني هذه المؤسسة التي شفنا مجهوداتها على الأرض والهدف الرئيسي لها هو حياة كريمة لكل مواطن يعيش على أرض مصر وإن بسقت منها مبادرة أخرى وهي مبادرة التشجيع أو المبادرة الوطنية لتشجيع الصناعة المصرية ابدأ شفت إزاي هذه المبادرة التي لم يتم الإعلان عليها يعني حتى الآن بشكل رسمي هي في مرحلة الإعداد شايف إزاي فكرة تشجيع الصناعات الصغيرة من مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لتعظيم الاستفادة من المنتجات المحلية وأيضا تخفيض فطورة الاستراض إزاي إحنا في الوقت الرهن ده نحتاج إلى مبادرة مثل هذه المبادرة وإيه اللي حضرتك شايفه علشان الخاطر تنهض هذه المبادرة وفعلا نعتمد على المكون المحلي 100% في الحقيقة هذه المبادرة وغيرها من المبادرات على شكلة هذه المبادرة في غاية الأهمية وأيضا في غاية الأهمية ليست فقط للدولة وإنما أيضا للمواطن كما ذكرنا خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة ووائل آخره بالنسبة للدولة توفير فرص عمل ليس فقط هو دور الدولة وإنما أيضا لها أدوار أخرى كثيرة منها توفير الاستثمارات بشكل كبير جدا وهذا ما تقوم به الدولة الآن بمعنى أن منح قروض ميسرة بفائدة بسيطة أيضا نافدة أو بوابة إلكترونية توضح الفرص الاستثمارية في مختلف مستويات المشروعات والأماكن الجغرافية المناسبة بمعنى أن كل محافظة في مصر ستمتع بميزة نسبية فلو ذكرنا على سبيل المثال ولن نختلف فيما سيخطر في أدهاننا لو ذكرنا صناعة الأثاث فسيخطر في بالنا دميات فورا وبالتالي تتمتع لهذه المحافظة بخبرة كبيرة في صناعة الأثاث والموبيلية وأيضا عمالة فنية ومدربة وما إلى ذلك وبالتالي توطين الصناعة بمعنى الصناعة الوطنية يتم استغلال المزايا النسبية لكل محافظة إما من خلال توافر الخامات أو المواد اللازمة أو الرو ماتيريالز أو من خلال توافر العمالة الفنية المدربة في مجال معين أو في تخصص معين وبالتالي هذه المبادرات في غاية الأهمية بالإضافة إلى القوانين والتشجيعات المحفزة للمستثمر سواء كان مستثمر صغير أو على مجال المستثمر المتوسط من خلال أيضا ليس فقط توفير السيولة اللازمة وإنما أيضا توفير دراسات جدوى لهذه المشروعات بمعنى أن تكون هناك جهات معينة تقوم بإعداد دراسة جدوى للمستثمر ليس كل مستثمر لديه الخبرة في إعداد دراسة الجدوى وقد تكون أحيانا دراسة الجدوى قد تمت بشكل خاطئ وبالتالي جهات متخصصة حكومية بتوضيح الاستثمارات وفرصها وأماكنها وأيضا دراسات جدوى حتى ولو كانت دراسات جدوى مبدئية لهذه المشروعات تيسر على المستثمر أن يخوض تجربة الاستثمار بالإضافة إلى البيئة التشريعية والبيئة الاقتصادية الملائمة كل هذه عوامل في غاية خليني أقول حكا أنا مبسوط وأنا بسمع حضرتك في تفنيد اللي إحنا محتاجينه تحديدا لنهوب مثل هذه المبادرات لأنه ده الشباب اللي بيعملوه في المبادرة الوطنية لتشجيع الصناعة إبدأ هما فعلا بيعملوا كده دراسات جدوى وتعظيم المنتج المحلي من خلال عمل مجمعات صناعية متكاملة كل محافظة تختلف عن الأخرى بحسب طبيعة المحافظة وما تتميز به من صناعة تحديدا وفكرة المجمع الصناعي المتكامل ده لتقليل يعني مستلزمات العملية الصناعية لما تكون كل المصانع أو المشاريع المتوسطة والصغيرة بيجوار بعضها البعض فهيقلل طبعا من الخمات الأساسية اللي بيتم توردها لها أولئك المستثمرين الصغار على أي حال أنا بشكر حضرتك الدكتور خالد عبدالعظيم الخبير الاقتصادي على وجودك معنا في صباح الحراب شكرا سيد أحمد شرفت وجودي مع حضرتك شكرا لك مشاهدينا دلوقتي أسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع ونكمل معاكم باقي الكلام وفقراتنا مستمرة في صباح الخير المصر